إيران شيطان المنطقة الذي لا يهدأ عن أفعاله السوداء والتي يحاول فيها جر المنطقة إلى قراب حرب وحتى الآن لم يفلح العالم في التصدي لمحاولاته الاستفزازية كعادتها تعمل إيران على تهديد المصالح العربية والملاحة العالمية في الخليج العربي ومضيق هرمز ساعية من وراء ذلك إلى تمرير تأثير العقوبات الأمريكية عليها إلى الاقتصاد العالمية قد ترتفع أسعار البترول قد يتقلص الانتاج العالمي من البترول أيضا من الأسعار السيئة الأخرى أن أسعار التأمين على ناقلات النفطة ترتفع هذا بالتالي سيأثر أيضا على ارتفاع أسعار البترول وسعر برميل البترول وده طبعا يعني ده يكون لأثار عالمية على التضخم وعلى الصناعة السياسة التي تستخدمها إيران وحاليا باستهداف السفن العربية ليست بجديدة على نظامها فقد استخدمته من قبل إبان الحرب العراقية الإيرانية ومستهدفة من ذلك رفع قيمة التأمين والأسعار العالمية في الطاقة والنقل البحرية بالإضافة إلى تهديد الاقتصاد العالمي بمزيد من التباطئ إيران تضغط على الاقتصاد الدولي من أجل إشعار الدول الغرب أن الملاحة الدولية وأن الاقتصاد الدولي وأن مصادر الطاقة المتمثلة فيه والتي تعبر بشكل أساسي من خليج عدن والخليج العربي هي تهدد دول العالم بأنها يمكن أن تهدد الاقتصاد دول المنطقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية تدرك جيدا المغزى البعيد لتلك التهديدات الإيرانية وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي لذا تحاول تغليب العقل خاصة أمام الممارسات الإرهابية الإيرانية في مضيق هرمزة والذي يمر من خلال ما يقرب من 30 ناقلة نفط يومياً قادمة من السعودية والتي تصدر حوالي 88% من إنتاجها النفطي عبر المضيقة والذي يستوعب حركة النفط بحوالي 40% من تجارات النفط عبر البحاري في العالم لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم القاهرة